الوضاع داخل بيت شباب الوزداد انفجرت عقب الهزمة في الدربي امام اتحاد العاصمة المدير رياضي جلالي سالمي دخل في ملاسنات حادة مع المدرب المساعد كاريب ماروك امام مرأة رئيس ريضا مالك وتسبب سالمي وماروك في فوضى عارمة كونهما كان يتشبك بالايدي لو لتدخل بعض العقلاء وحتى اللاعبون تلقوا وابلا من الشتاء من طرف الانصار الذين كانوا في قمة الغضب بعد هذه الهزمة